هل تعتقد أنه وعي الشباب المصري ده تحديد؟ نحن شايفين مؤخراً فيه اهتمام من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري من خلال فعاليات فعاليات بتضم بقى جنسيات مختلفة وقراء مختلفة من كل أنحاء العالم فعاليات بتنظم على مدى أيام كتير جداً بنشوف كمان طول الوقت فيه حتى شفافية وطول الوقت كلام موجه للشباب وكلام بيكون فيه يعني خليقل محاولة أنه يفهم الشباب ده مش مجرد خطبات طول الوقت فيه شرح مفصل لكل شيء شايف حضرتك أن وعي الشباب ده لأي مدى تأثر بخليقل بهذه الرؤية المصرية ما يفعله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة من احتواء للشباب من منتدى شباب العالم من المؤتمرات اللي بتتعامل في كل الهيئات المؤتمرات اللي بتتعامل واللقاءات اللي بتتعامل في وزارة التعليم العالي والسيد الوزير أيمن عشور في معهد أعداد القدف حلوان وحلان دلوقتي المعهد تطور وبيئي من أحسن المعهد موجودة في الشرق الأوسط كل ده بيخلق نوع من أنواع زيادة الوعي وزيادة الانتماء والشباب عايز كده أنا عندي شباب مطورة مثلا شباب العالم عايز كله يجي عايز كله يروح كله بيخش بيسجل وتلاقي الشاب اللي طلع وراح تلاقيه مبسوط وأعلمنا خلاص وقت الدعوة بتاعته الشباب التانية بيجروا عايزين عايزين يروحوا يروحوا يكلوا يشربوا يروحوا مثلا يموتوا وهم عايزين يحضروا مع الرئيس أفتاح السيسي فدي مهمة جدا وأنا أطالب بزيادتها يعني احنا عايزين زيادة كمان أكتر في لقاءات الشبابية وفي مؤتمرات زي ما احنا شايفين مع حضرتك ومع السادة المشاهدين يعني دي صور الخيام الموجودة في معبر رفح والشباب المتطوع في الحملات الغاثية لتوصيل الغاثات لأهلنا في غزة ظروف قاسية جدا يعني زي ما احنا شايفين مصممين يعودوا في الخيام دي ما يرجعوش إلا ما يوصلوا إلا بعد ما يوصلوا كل الإمدادات الإغاثية لأهلنا في غزة فكرة الحماس الشديد جدا ونصرة القضية والإحساس أو الانحياز للأرض يعني دي نقطة في غاية الأهمية موجودة في الشباب المصري وشفناها بشكل كبير جدا خلال الأيام اللي فاتت